اشتركوا في القناة اكثر فعالية تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الارض وناقش المؤتمر ضرورة تكثيف العمل البرلماني من اجل بحث القضايا المتعلقة بتغير المناخ الى جانب التحديات والفرص والحلول المرتبطة بتنقل الاشخاص بين الدول واقامة الاقتصادات الشاملة والمستدامة بما يسهم في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وقد قدمت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية مداخلة خلال استعراض التقرير المتعلق بتعزيز المشاركة السياسية والبرلمانية للشباب ضمن اعمال المؤتمر اكدت فيها ان الشباب في مملكة البحرين يمثلون العمود الفقري للنهضة الوطنية الشاملة والمسيرة التنموية المتواصلة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ايده الله ورعاه حيث يؤمن جلالته بان عملية اشراك الشباب في شأن الوطني هو رهان رابح في كل الاحوال وذكرت ان البحرين تحظى بتجربة رائدة ومثمرة في مجال تمكين الشباب وابراز امكانياتهم وقدراتهم في ظل دعم ومتابعة سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للاعمال الانسانية وشؤون الشباب مستشار الامن الوطني رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة وما طرحه سموه من مبادرات للارتقاء بقطاع الشباب كما اكدت حرص المجلس النيابي على توظيف الدور التشريعي لتمكين الشباب عبر وجود لجنة برلمانية نوعية دائمة للشباب تختص ببحث القوانين وتشريعات والمقترحات التي تدعم فئة الشباب من جنبه اكد معالي رئيس مجلس الشورى ان انتظام انعقاد الفعاليات البرلمانية على الرغم من الظروف المرتبطة بتفشي جائحة كورونا كوفيد 19 يعتبر دليلا على الدور المتزايد الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في مناقشة القضايا الدولية وحلها مشيرا الى ان انعقاد المؤتمر العالمي في موعده رسالة واضحة للعالم تبرز الانخراط التام للبرلمانات في اجراءات مواجهة جائحة كوفيد 19 واشار معاليه الى ان انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 في جميع دول العالم وتأثر المجتمعات بالجائحة اظهر الحاجة الماسة الى منظور جديد للتعاون الدولي متعدد الاطراف يعمل على تعزيز منظومة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة للقيام بالمهام المنوطة بها بكثاءة وفعالية ان التمكين السياسي للشباب سيؤدي الى ظهور رؤى جديدة في السياسة وطبيعة ممارستها بما يحقق القدرة في التماشي مع المتغيرات السريعة ومواجهة التحديات المستجدة وتجاوزها ولا شك ان البرلمانات تطلع بدور محوري في عملية استيعاب الالتزامات الدولية ولمملكة البحرين تجربة رائدة في مجال تمكين الشباب زاد من ثرائها المبادرات المتميزة التي قدمها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الامن الوطني رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة لدعم الشباب الذين يمثلون العمود الفقري للنهضة الوطنية الشاملة والمسيرة التنموية المتواصلة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه ترجمة نانسي قنقر